من أجل الانتخابات البلدية واصلت مجموعة من أجل الجمهورية تحركاتها الميدانية للضغط على السلطة السياسية لإجراء هذه الانتخابات في موعدها في أيار المقبل البداية كانت من أمام وزارة المال للمطالبة بإقرار الاعتمادات المطلوبة الانتخابات ما لازم تنلها الانتخابات اللي تنتصير بوقتها في شرعية شعبية لازم ترجع للمؤسسات ومنها البلديات المعتصمون توجهوا إلى مبنى الأسكوا ومقر الـ UNDP مشيرين إلى أن على الحكومة اللبنانية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها القانوني مبدين تخوفهم أن تقوم السلطة السياسية بإلغاء الانتخابات البلدية والاستمرار بسياسة التمديد عبر اختلاق البدع والأعذار لا سيما عدم وجود اعتمادات مالية ولهذه الغاية استكملت الحملة جولتها وختمتها أمام مصرف لبنان الذي يرعى عددا من النشاطات وسلمت المسؤول الإعلامي في المصرف المركزي ورقة تطالب بتوفير المبالغ المالية لإجراء الانتخابات البلدية بعد تذرع بعض القوى السياسية بوجود عقبات مالية قد تحول دون إجرائها كاملين بالضغط لا تصير الانتخابات بوقتها ما عنا سئة بهذه السلطة نحن مكملين الضغط ما بيطلعوا خبريا وبركي ما فيه اعتمادات وبننزيد ضريبة وهي لا تكلفة لا يبلج فيه برأي العام أنه تكلفتها غالية لتصير حجة إضافية كل حجة اللي احتجي نحن لحن قابلة في عنا أوانين في عنا دستور بيحتم دورية الانتخابات وبيحكم أنه كل سلطة يجب أن تنبسك من السلطة الشعبية ومن العالم من المواطنين وصوت المواطنين وبعد اقرار مجلس الوزراء الاعتمادات المالية اللازمة لإجراء الانتخابات البلدية والنيابية الفرعية في جزين أعلنت مجموعة من أجل الجمهورية على صفحة اندي جوجو أن التوميل قررته الحكومة شكيرة كل من قدم المساعدة باسل العريضي قناة الجديد